اشتركوا في القناة ولمتابعة توفير السلع وضبط الاسعار يتابع رئيس الوزراء في هذا اللقاء ملفات من وزارة الكهرباء والمشروعات الجديدة بالقطاع اصدرت الدول الاربع الدعية لمكافحة الارهاب بيانا مشتركا اكدت فيه ان الوثائق التي نشرت شبكة سيئن الاخبارية الامريكية تؤكد بما لا دعو مجالا للشك تهرب قطر تنظيم الحمدين من الوفاء بالتزاماتية وانتهاكيها الكامل لما تعهدت به وقد شددت الدول الاربع على خرق قطر الاتفاق الرياض لعام 2013 وآلية تنفيذه وخرقها الاتفاق الرياض التكميلي لعام 2014 مشيرة الى المطالب الثلاثة عشرة قدمة الحكومة القطرية جاءت متوافقة مع بنود اتفاق الرياض وقد كان شبكة سيئن الاخبارية الامريكية علاية حصولها على وثائق مهمة تثبت خرق نظام الحمدين للقطر الاتفاق الرياض الذي ابرم في يوم الثالث والعشرين من نوفمبر من عام 2013 نصت الوثائق على عدم دعم الموقعين على اتفاق الجماعات الارهابية ومن بينها جماعة الاخوان فضلا عن وقف التدخل بشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي نهاية مجزة الاخبار شكرا لكم الى مرتقاء